السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شوالداري مع هين اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم واحد الكيكا عجيبة غريبة بدون بيض بدون حليب او ياغورس شيشة جيدة معلكة فعلا رائعة نتمنى انكم تزربوها كتستحق التجربة اول مرة تزروا القناة لا ترضي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو لكي يوصلكم كل ما هو جديد نبدأ بسم الله على البركة الله للمكونات عندي جوج معلق كبار دي الخل الابيض عندي نصف كأس بالعبار دي الكأس العنبة دي الزيت نباتية كأس دي السكر حبيبات او السكر الخاشين اللي هو بالعبار دي الكأس العنبة وجوج كيسانة عامرين كلها كأس كيوز الميز قرام اللي هما في المجموعة عدنا ميتين قرام عندي كأس ونصف دي القهوة يعني هذي عندي القهوة اللي مشي مع الطراغي العادية اللي كان نحاول ان انا كان نتبخوها مزيان وكان نصفوها جوج معها القهوة الكبار دي الكأس كاكا والمر عندي كيس ونصف من الخاميرة او استعمل جوج اكياس ورشة من الملح سوف نبدأ بسم الله على بركتي الله لطريقة سوف نأخذ واحد الاناء بطراب اليدوي يعني لا تأخذ نهائيا الوقت الضغية سوف نأخذ جوج كؤوس ديال الدقيق من بعد الكأس ديال السكر ونأخذ الكاكا والمر يعني العشاق القهوة ستعجبكم سوف نأخذ الكثير من الملح سوف نأخذ المعارقة للخل لخل الأبيض سوف نأخذ الشيشة وفي نفس الوقت يعني تطلع اللي نم سوف نأخذ الكاكا ونأخذ الكأس ونصف بالعبارة الكأس العنبة نمزج العناصر مزيان ضروري نمزج العناصر مزيان كيس ونصف اللي هي ونضيفه نضيفه نصف كأس زيت نباتية ونحاول نخلطه مزيان حتى ينسجم العناصر نخلطه الخميرة نحن نخلطه الأخير يعني نضيفه كيس ونصف اللي هي خمارة ونصف او ضيفه جوجة الأكياس نحن نضيفه جوجة الأكياس سوف نخلطها مزيان حتى نحصل على واحد القاومة يكون متجنس وضروري الكيك كلما يكون في هدوك الفقاعات يعني يكون كيك ناجح يعني نضيفه كيك نضيفه ونخلطه مزيان نغربه الخاميره والدقيق كلما غربناهم كلما يعطونا نتيجة أحسن في الكيك يعني كلما يأتي الكيك ونحن نضيفه ونحن نضيفه ونحن نضيفه كيف تحديده حتى نحصل على الفقاعات هذا يكون دليل انه كيك ونحن نفسه ونحن نكون قشور وغير كرة نأخذ اطار نأكد ان الفران يسخون على 180 درجة قبل ان نبدأ الكيك ندخلها تقريبا 20 دقيقة نضيف الخالي من الفوق نحاول ان نوزعه تماما ندخله حتى كي طيب نحضر واحد الكريمة القهول نحضر واحد الكأس الحالي نستعملهم الأحسن نضيف الكيس أو ملعقة من قهوة سريعة الدوابان نضيف الكريمة من قهوة نضيف الكريمة نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف نضيف السكر نضيف السكر نضيف قطع الشوكولاتة 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 وضروري الكيك نخرجناها نجعلها تبرد جانبا بعد ذلك نضعوا ونصوبوا هذا القلاسج كي يتشرب لنا الكيك بارد والقلاسج السخون ملاحظوا الكيكة كيكة تجي تجي طلعه و تجي مفشفشا يعني تجي مهوية و تجي صراحة زوينة بزاف يعني تجي رطبا رطبا بزاف سنأخذ سوف نضع سوف نضع فيها توقوب كي تشرب لنا الشوكولاتة و تجي لديدة و تجي معلكة من الداخل مباشرة الكيك باردة و لدينا الكريمة سخونة كي تثبت لنا تماما فوق الكيك من أحسن أن تكون الكيك بارد و يكون قلاسج سخون و يكون قلاسج سخون من نسبة الزهين مستخدمة قلوبه انا استعلمت سيكون الكوك محمر بحال هاتشك نصري يجبين الخاصة بالحلويات نستخدم يدعون خمسة دمونة لهذاة الطلع يدون اللون يتعلم يعني بحاله حماره في الفران حماره في الفران حماره في الفران حماره يجب ان يكون اختيارين يستعملون شوكولات نستعملون بالنسبة لشوكولات يستعملونون شوكولات ايستعملون شوكولات الزيت من الشوكولات لهذا الشوكولات يستعملون شوكولات إيتداء مقدم قلنات معكم من كوكا او استعملوا اللوز كونكاسي هادي نقطع معاكم واحدة بالشوكي كتجي كتجي ما شاء الله طالعة مهوية مفش في شوكي تجي معلكة بزاف والعشاقي القهوة غادي تعجبكم مارك يجي في واحد مدق رائع بزاف كيف ما لحظتوكي كتجي طالعة ومهوية كتدوب كتدوب صراحة في الفم يعني كتجي واحد مدق فيها الديد ستجربوها ستعرفوني على شداوية مدقها رائع ورغم انها بدون بيض او حليب هذا هو القوام ديالها يعني كتجي واحد تعليكة رائع بزاف بنسبة طيب ديال ما كتاخدش نهائي الوقت خصوصا لدخلناها الفرر اللي سخون ما كتاخدش نهائي الوقت ردوا البال لكيكو خصوصا هاد الانواع الكيكو هكا بالشوكولة ما كيطيبوش بزاف باش ما كيجيونيش ناش فين تمنى من كل قلبي انكم تجربوها فعلا كتستحق تجربة العجباتكم الوصاة كما العادة ما تسونيش بلايك ديالكم تشاركوا الوصاة مع الاهل الاصدقاء في المواقع واتساب فيسبوك انستغرام خليتكم على خير وخليت لكم الراحة إلى وصفة قادمة ان شاء الله مع السلامة تحياتي لكم شكرا على المشاهدة ومرحبه بالناس اللي كيلتحقوا بيا مرحبه بهم وارفوا مرحبه شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة